أول سؤال معنا النهاردة أستاذ أحمد بن أسيوت أستاذ أحمد عام الشيخ إزاي صحتك عامل إيه كل سنة وأنت طيب نعم وفضل الحمد لله إزايك عام الشيخ إنت منورنا والله وبأسمعك على طول البرنامج الله يعز حددك الله يبرك في حدك أستاذ أحمد أنا أسألك بس في سؤالي عام الشيخ بالنسبة للضيج الرزق أنا في حاجات عملتها كتير أو اشتغلت في شغل كتير بس فيه مشاريع بتفشل معايا وفيه الشغل ما أكملش هزيت 8 شهرين وعلى كده أسيبه طيب أكلم حددك أقولك تعمل إيه حاجة فيه سؤال تاني حاجة أحمد ولا خلاص يهو فيه سؤال تاني لا لا شكرا شكرا أكلم حددك حاجة أحمد في الغالب إن إحنا لازم نعمل حاجتين أول حاجة لإن حاجة كتكلمت على فكرة المشاريع أول حاجة إن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه أجر من أحسن عمله وجزء من إحسان لعمل الاختيار الصحيح لأن فكرة إن أنت تختار عمل صحيح هو فكرة إن أنت تستثمر نعمة ربنا اللي أودعه فيك في بعض الأحيان الناس بتختار مشاريع وتختار حاجات مش مناسبة ليها في إيه اللي يحصل؟ فيحصل إنه يخفق ويظن إن ده نوع من أنواع تضيق الرزق لا أو مش ديق رزق هو اللي حاصل ببساطة إن أنا لم أحسن لاختيار يبقى لازم أنا أحسن لاختيار أولاً فتأكد حضرتك إن أنت بتختار مشروعات مناسبة لحضرتك لأن مش كل مجالات العمل بتكون مناسبة لكل الناس لأن حتى اعملوا فإنه كل ميسر لما أخلق لها يبقى فيه حاجة أقامك الله فيها ولزيك أنت لازم تعرف إيه اللي أنت شاطر فيه وتروح تشتغله يبقى دي أول حاجة يتأكد من ده وده شيء مهم جداً 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 أمر الثاني إن فيه أوقات كتيرة بتبقى عنق زوجة للناس مش عشان تتعذب ولا عشان تتدايق ولا عشان ربنا سبحانه وتعالى بيعقبها لأن فيه ناس كتيرة لما يكون عندها دي قبل الرزق تظن إن إيه اللي حاصل؟ إن ربنا بيعقبها لا مش لازم يكون بربنا بيعقبها خالص لكن ربنا سبحانه وتعالى عايزهم يتأكدوا ويثقوا في نفسهم ربنا يريد إن هما يثقوا ويثبتوا لأن الأعمال اللي عتيكي بعد كده تحتاج منهم جهد كبير فمحتاجين إن هما يثبتوا يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى نفهم إن فترة ضيق الرزق دي تتمرين من باب يثبت الله الذين أمانوا بالقول السابتي بقى أنا أثبت بقى وأصبر أصبر لما أكون شغال في الحاجة اللي أنا بحبها أثبت وأصبر وده ساعتها هيكون نوع من أنواع تثبيت الله سبحانه وتعالى آخر حاجة بنقولها في مسألة ضيق الرزق واسع مشهادة يعني إيه؟ اختار أشياء بالسعة مش بالضيق ما تفكرش بإن ده ضيق ولكن فكر بإن المجال ده في مجالات تانية مليئة هيحصل خير كتير لما أنت توسع وتسأل الناس تسأل الخبرة تسأل الناس اللي هما عندهم خبرة في الأعمال دي يقولك المجال ده ودلوقتي شغال المجال ده ودلوقتي شغال فلما تسأل الخبرة مش تسأل أي حد القريب منك والصديق مش لازم يبقى خبير ولكن يسأل خبير حتى لو عدت فعله فلوس عشان تختار المجال الصحيح تلات حاجات قلتهم لحضرتك ده هيوسع علينا كتير واعلم أن ضيق الرزق من قصر النظر ولما توسع مشهدك تنى المسعدة